السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيوة حليمة بوحمن. اليوم غن نحضر معاكم ولغادي نقدم لكم الثانية ديال الدجاج في الفرن بالبديجال والفلافل. كيجي رائع والديد. تمنى تجربوه. نمشو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير. انا عندي دجاجة قطعة على اربعة يعني على اربعة. وتكيتها بالسكين. وخديت بدي نجالة وحدة يعني نجالة وحدة خديتها قطعتها يغسلتها وقطعتها دوائر ورشيتها بالملحة. ودرت لها ورق المطبخ عباش يشرب ذاك الماء اللي غدي تلق هنا. عندي الفلافل خضراء وحمراء وصفراء. وعندي مطيشة دوائر. وعندي بصالة قطعتها دوائر. وجوج تومات. وبطاطا كذلك دوائر. وهنا التوابل عندي سكنجبير والكركم والتحميرة والكمون والبزار. وعندي القصبور واحد شوية ديال كاري اختياري. وهنا يعني عندي الملح. وهنا عندي مطيشة يعني ديال العلب. ديال الحق وهنا عندي واحد ربع حامضة نصيرة قطعتها قطعتها صغيرة باللوب ديالها يعني بالبابة ديالها. وهنا غدي ناخد هاد الدنجال والفلافل غدين ننقليهم كل واحدة على حيدة يعني غان نبدأ بالبطاطا هي اللولا عاد غدين دير الدنجال عاد الفلافل. هنا كيف شتوا يعني مدكرتش زيت زيتون في المقادر. عددروا واحد ربع كاس ديال زيت زيتون في تنجرة معها آآ جوج فصوص ديال التوم وهنا اضفت تقع التوابل اللي عندي. بالنسبة للتوابل كتضيف ملعقة صغيرة ديال كل حجم التوابل الا الكاري اللي كتوضعو رسل معلقة ما كتكتروش منو. صافي هنا اضفت الحمض مصير مقطعتها وقطعتها صغيرة. وغادي نحركها كم زيان. ومن بعد غادي نضيف عليها واحد الكاس كبير ديال الماء يعني الكاس اللي كان شربو به الماء كبير. على هاد الشكل غنضيفه على آآ الدجاج ديالي باش نحصل على مارق الدجاج. وصافي غادي نخليه طيب على خاطره ونغلق طنجرة راح تسايد طيب الدجاج ديالي. ونمشيه باش نشوفوه فاش طابلينة آآ عفو آآ الدجاج. على هاد الشكل يعني كواللي تل مرقاكة واللي خاطره صافي هنا هنطفي عليه. ونمشيه باش نشوفوه اني تنجل على نقنيته وقليت آآ البطاطا وكذلك البصلة دوائر والفلافل. غناخد آآ صحن ديال الفرن ولا تبصيل ديال الفرن اللي كان يدخلوه الفرن. غنبدأ بالبصل هو الأول من بعد غادي نضيف عليه البطاطيس دوائر هاد السينية كتجيرا عادي للدجاج وهذا الخضر غزاء لما تشبعوش منه آآ آآ صافي هنا غادي نضيف كذلك آآ دWAN صافي هنا غادي نضيف دجاج ديالي يعني غادي نحط نحط طرفة ديال الدجاج اللي عندي على هاد الشكل ومن بعد المرقى اللي اللي بقات يعني المرقى اللي بقات غادي نضيفه فوق من الدجاج والفوق الخضر على هذا الشكل يعني كاتجي رائعة كيف سبق ليتكرت هنا غادين في الاخير غادين دوائر ديال الطماطم يعني اما هادو صغار ولا اللي عندكم ديال كبيرة سافي الفرن انا مشاعله هنا غاد يدخل غير يتحمر شوية ويشرب لي شوية ونخرجو باش شوفوا الطريقة النهائية ديال الصينية ديالنا كيف كاتجي رائع في المنظر وفي المداك هائلة غادين تشوفوا واحد واحد طريف من هاد هاد صينية ديال الدجاج كاتجي شاهية جدا يعني بنسبة ترفقوها باي حاجة عندكم بالروز ولا بليبات تمنى تعجبكم طريقة ديال صينية الدجاج بالبادنجال ونتمنى تدعموني في القناة ديالي وتعملوا لايك والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة